موسيقى ذات مرة كان رجلاني يسافران معاً عندما عبر دب طريقهم فجأة تسلق أحد الرجلين بسرعة إلى شجرة وحاول إخفاء نفسه في أغصانها عندما رأى أنه لابد من مهاجمته سقط الآخر أرضاً على الأرض وحبس الرجل أنفاسه متظاهراً بالموت وعندما جاء الدب تحسس به بأنفه وشممه في كل مكان في جسده حبس الرجل أنفاسه متظاهراً بالموت وسرعان ما تركه الدب لأنه يقال إن الدب لن يلمس جثة ميتة عندما ذهب الدب الرجل نزل من الشجرة لينضم إلى رفيقه وسأل رفيقه ما الذي همس به الدب في أذنك عندما إنحنى عليك لفترة طويلة فأجاب صديقه بجدية شديدة لقد أعطاني هذه النصيحة لا تسافر أبداً مع صديق يهجرك عند اقتراب الخطر ترى في الحياة وفي حياتك إذا كنتم أصدقاء أو عائلة وأحباء فإنكم دائماً تلتصقون ببعضكم البعض ولا تهجر أبداً شخصاً في خطر وهو صديقك لمجرد أنك خائف من أجل حياتك معاً نحن أقوياء ولكن بمفردنا نحن أضعف بكثير لذا لا تخف ولا تستسلم عندما يصبح الأمر صعباً ترجمة نانسي قنقر